شاهدي أون تايم سبورتس الملعب الرائع أصبح جاهز لاستقبال واحتضان هذه المباراة مباراة من كلاسيكيات الكرة المصرية الزمالك والاتحاد السكندري في المواجهة رقم 121 في الدوري بين الفريقين و 156 بشكل عام في مختلف البطولات ستاد القيارة الدولي زي ما قلت لحضراتكو في أبهى صورة في أروى حل الحقيقة بعد تغيير النجيلة وأعتقد أن فيه كمان شاشة جديدة تم تركبها في المنتصف كده في مواجهة المقصورة تاقم التحكيم بقيادة كابتن إبراهيم نور الدين المساعد الأول هاني خيرية المساعد الثاني مصطفى عطية الحكم الرابع هشام الفلال وفي غرفة الفار كما نرى على الشاشة كابتن محمد أبو خاطر والكابتن حمادة القلاوي جايمي باشيكو البرتغالي المدير الفني للزمالك اختار النهاردة في حراسة المرمى أبو جبل أربع لعابين في الدفاع حازم إمام في الجهة اليومنا رقم سبعة قلبي الدفاع محمود علاء أربعة الوينش تمانية وعشرين وفي الجهة اليسرى عبدالله جمعة رقم اتنين وعشرين في نص الملعب طارق حامد تلاتة إمام عشور تمانية والرباعي الهجومي في الأمام شيكا بالرقم عشرة أحمد سيد زيزو خمسة وعشرين يوسف أوباما أربعتاشر وسيف الدين الجزيرة بالرقم تلاتين على الجانب الآخر كابتن حسام حسن المدير الفني للسيد البلد اختار النهاردة في حراسة المرمى محمد صبحي بالمناسبة اللاعبين المعارين من الزمالك بيظهروا في تشكيلة الاتحاد في عكس المباريات اللي السابقة وعكس المواصل بالسابقة يعني سيسي موجود محمد صبحي متواجد في المرمى زي ما قلت الزمالك وجهه بعد النادي الآن شيكا يلعبها بينيها جميلة جداً ليش زيري يا ولد يعد من صبحي والمرمى مفتوح يلعبها بالعرض مش ممكن أوباما والرأسية ترجع الكرة ومرة تاني الفرصة لسه مستمرة شيكا بيحاول يعدل ويسدد اتقفل عليه الطريق بيحاول يمرر لكن ضاع القوية جداً دفاعياً وهجومية لكن البينية راحت الكرة وانفروض وخرج صبحي لكن فيه تسق فيه دربة ركنية لمست الكرة في ايد صبحي لمست في ايد صبحي وينقذها بالفعل بأطراف أصابعه وهي في الطريق للمرمى هذه البينية الممتازة من إمام عشور والتحرك الأكثر من رائع من زيزو والعيبة في تجاه المرمى لكن صبحي يتقلق ركنية زم الكوية تتلعب القدم اليومنا تتلف الكرة عالية والوينش متقدم لكن يعمل فاول برضو الوينش مدافع والديقة 17 ضربة حرة للتحاد تتلعب من السيد سالم والرأسية تروح في تجاه المرمى لكن أبو جبل بالمرصاد حزم إمام إلى شيكا لمسة واحدة على طول إمام عشور لمسة أخرى لسيف الدين لجزيرة عايز يعدي سيف عدى 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 داخل جوه المنطقة والعرضية لكن رائع عمار حمدي يحط رجله في اللحظة الأخيرة تخبط عرضية سيف الدين لجزيرة في قدم عمار حمدي وتتحول وتبقى ضربة ركنية قبل ما يشوت يبعدها الدفاع لكن ترجع الكرة تاني إلى شيكا ناحية الشمال بيطلب الكرة عبدالله جمعة هيلعبها لا شيكا خد قرار التزديد وسدد بالفعل لكن تمشي الكرة أرضية زحفة وبعيدة عن مرمى صبحي وتبقى ضربة مرمى للاتحاد يفتح اللعبة في الجهة اليسرى إلى زيزو حول الانطلاق في مواجهة عمار زيزو خد قرار التزديد وسدد بالفعل لكن تروح الكرة بعيد ضربة ركنية لزة مالك هيلعبها زيزو كل متقدم الوينش ومحمود علاء وأوباما والشزيري طبعا والكل قادي زيزو يلفها علي يا جوا المنطقة ترجع تاني محمود علاء وتزديدة محمود علاء ومحمد صبحي مش ممكن هدف آخر محقق بيضيع من القلعة البيضاء عن طريق محمود علاء عزم إمامي استلم لشيكا ناحية اليمين شيكا سيف الدين لشزيرة خدها لنفسه ومشي لكن صبحي رائع رائع في توقيت خروجه وفي قراره خد القرار طلع قطع الطريق على النجم التونسي وتلعبت لشيكا في فرصة وفي محاولة وهجمة قد تكون الهجمة الأخيرة في الشوت الأول هنشوفها تنتهي على إيه هيخلصوها وهيفنشوها إزاي لعبت الزمالك عشر ثواني على النهاية تلعبت لمحمود علاء توصل في الجهة اليسرى إلى طارق حامد يعدل طارق العبا إلى عبدالله جمعة براهيم نوردين بيبص في ساعته ويطلق صفارته وما استناش لعبت الزمالك إن هم يفنشوا وينهوا لأجمل إن بالفعل الوقت انتهى كما بدأ الشوت كما انتهى أصدقاء المشاهدين تعادل سلبي بلا أهداف رغم الفرص رغم المحاولات من جانب الفريقين وحال الطرد يعني من أهم الحالات في الشوت الأول طبعا حال الطرد لرزاق سيسي في الديار 24 على أي حال خلينا نستنى ونشوف إيه اللي هيحصل في الشوت الثاني بين الفريقين نلتقي من جديد بعد هذه الاستراحة القصيرة شكرا لكم وإلى اللقاء من قبل الدور حتى ما يبدأ مباريات بقى كأس السلطنية وكأس مصر وغيرها يعني انتهى الشوت الأول زي ما تابعنا وزي ما شايفين على الشاشة التعادل السلبي بلا أهداف يبدأ الآن الشوت الثاني أمامنا 45 دقيقة إذن الصفقتين بيشاركوا سيف الدين لجزيرة شاركة من البداية ومروان حمدي يشارك الآن في بداية الشوت الثاني انتلاقة في منتهى الخطورة الصباحي انفراد انفراد بعدت بعدت اتطرفت وجباسكي يخرج يكمل عليها وبمنتهى التصميم ينزل وينام على الأرض ويمنع انفراد صريح مؤكد من الصباحي وفاول وضربة حرة في مكان نادر ومكان مميز جدا خلينا نشوف زيزو هينفزها ازاي وهيلعبها ازاي حقق بشري سنائي زيزو وضربة حرة دفعة وحسبها أبراهيم نور الدين فاول على محمود على محمد صبحي ودفاعه صامد امام المحاولات البيضاء ونفس الوضع ايضا ابو جبل في الهجمات المرتدة وفي المحاولات للاتحاد السكندري نجح ابو جبل في كورة الصباحي انه ينقذها انطلاقها ومرة اخرى لجزيرة ياخدها جوا منطقة الجزاء وضربة جزاء المرة دي ابراهيم نور الدين بلا تردد قريب من الكرة جدا اعتراض من عمار حمدي ابراهيم نور الدين قال له ايه ده اصبر هيتم مراجعة الكرة واللعبة في الفار وهنشوف لكن هو اصفر هو في رأيه هو في قراره ان الكرة فيها ضربة جزاء على الجامايك قرصة زمالكوية زيزو في قمة تركيزو وبقدمه اليوم ولاد بمنتال قوة مداش اي فرصة لمحمد صبحي ويعود زيزو للتسجيل يعود للتهديف باول اهداف اللقاء يتقدم الزمالك واحد صفر اذا بعد ساعة من كرة القدم بعد ساعة تقريبا في هذه المباراة وفي الديئة ستين ركلة جزاء يحصل عليها الوافد الجديد سيف الدين للزيرة ويترجمها زيزو وهو في كامل تركيزه بقدمه اليمنى وبمنتهى القوة رغم ان محمد صبحي راح راح صح وراح على الزاوية وراح على الكرة وشوف واقف جوه المرمى محمد صبحي لهو طريقة خاصة جدا فاكرين في مباراة بيرامدس في اول اسبوع في الدوري محمود علاء امامية في مساحة سيف الدين تحرك في الجال يومنا لكن كان عادة معاه مش سايبه عبدالغاني لكن يلعبها ورا الله او او للتاني برأسية معتادة من يوسف اوباما اللي يستاهل السلامة تسلم راسك والله يا يوسف التحرك رائع والهروب اروع وكريم ممدوح طبعا لفتة رائعة من اوباما ومن لعب الزمالك تي شيرت وفانيلا باسم كريم ممدوح اللي اتكلمت عليه في بداية الشوت بداية المباراة وقلت انه بيغيب للصليبة واصابة طبعا مؤلمة ولعينة جدا اوباما يحتفل يسجل الهدف التاني يخرج الاتحاد من اللقاء بكورة وهجمة من الجهة اليومنا سيف الدين لشزيرة يبدأ امام عشور يصنع هو اوباما يسبق الجمايك دام يون لوي يغامر حسام حسن تلعبت الكرة رأسية من خالد امر روعة على رأس خالد امر اللي يطير وبمنتهى القوة يلعبها بالرأس في اقصى الزوال يسرة لمرمى ابو جبل لكن الكرة زي ما شفنا تروح بعيد عن مرمى لكن الضربة الحرة تنفذها فيها فكرة ابو جبل يتخلص من الكرة يلعبها طويلة امامية حميد احداد حط جسمه يحافظ احتفظ بالكرة ومرر لمروان حمدي لكن ما تتضبتش وضاعت وعبدالغاني محمد هو اللي يقطع لكن يضغط مرة تانية ما معشور ويلعبها جوه المنطقة مروان مروان يا مروان كان هيفتتح رصيده وسجله التهديفي مع الزمالك في مشاركته الاولى لكن محمد صبحي يتقلق ويمنع التالت عن طريق مروان حمد فرصة ذهبية بتضيع من مروان بعد تدخل وبعد شغل ومجهود كبير الحياة من امام عشور وده مروان هدية هدية امام المرمى لكن خروج صبحي قطع كل الطرق وقفل كل المنافذ حسين فيصل وابراهيم نور الدين في هذه اللحظة يطلق صفارته الزمالك يصل الى النقطة 26 يفوز بجدارة ويستمر في الصدارة الاتحاد يتجمد رصيده كما هو عند 11 نقطة اصدقائي المشاهدين نرجو ان تكونوا قد استمتعتم بهذا اللقاء والى ان نلتقي في مباراة اخرى قادمة تقبلوا مني كل التحية فاز الزمالك بهدفي زيزو بركة الجزاء في الديئة الستين وأوباما برأسية في الديئة الستة وسبعين شكرا لكم والى اللقاء